المخاوف من أن قدرة البشر على التكاثر ستتجاوز في يوم ما قدرتهم على إنتاج ما يكفي من الأغذية عادت لتطفو على السطح من جديد مع دق خبراء الاقتصاد والبيئة ناقوس الخطر حول الضغوط التي ستواجه كوكب الأرض مع هذا الازياد المستمر في عدد سكان العالم دون أن يرافقه ترشيد سليم لاستخدامات المياه والطاقة والموارد الطبيعية بعد نحو أسبوع سيتجاوز عدد سكان العالم رسميا عتبة سبعة مليارات نسمة أي بارتفاع بلغ ملياري نسمة في أقل من خمسة وعشرين عاما ارتفاع تعرضت من خلاله مصادر الموارد الغذائية لضغوط كبيرة وفي حال استمرت الوتيرة الحالية فينبغي توفر كوكب آخر بحلول العام 2030 لتلبية الحاجات وامتصاص نفايات كوكبنا استنادا إلى حسابات شركة Global Footprint Network المتخصصة في دراسات حماية البيئة ومع أنه في غضون ستة عقود تراجعت نسبة الخصوبة بالنصف لتصل إلى خمسة أطفال لكل مرأتين اليوم مع تفاوض كبير بين الدول إلا أن التوقعات ترجح أن عدد سكان العالم قد يستقر على تسعة مليارات في العام 2050 وفقا لتطور الوضع في الدول النامية التي تسجل حاليا أعلى نسبة نمو ديموغرافي المدافعون عن التنمية المستدامة يعتبرون أن التحرك على خفض صعيد معدلات الإنجاب يسمح في إبقاء عدد سكان العالم بحدود ثمانية مليارات نسمة تحرك لا يكتب له النجاح دون أن يرفقه خفض معدلات الفقر وتحسين مستويات التربية والتعليم في الدول الفقيرة وتقليل الضغوط على الموارد الطبيعية عوامل كلها تساعد كوكبنا ومن عليه على البقاء أحياء